اشتركوا في القناة على الشكل الذي يتوافق مع سياسات الهيئة العامة للرياضة من أجل استمرار الجهود التي تحقق مزيدا من المجزات في الرياضة البحرينية وقال اسموه نشيد بتاريخ وعطاء نادي البحرين وما قدمه من جهود مميزة في خدمة الرياضة البحرينية ونقدر جهود وإسهامات نادي الشباب والذي يعتبر واحدا من النماذج الناجحة للأنديات النموذجية والتي استطاع أن يقدم الكثير خلال العشرين عاما الماضية والذي انعكس على تطور القطاع الرياضي بالمملكة متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح للناديين وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة حرصون في الهيئة العامة للرياضة على ترجمة توجيهات سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للارتقاء بالمنظومة الرياضية من خلال رسم الاستراتيجيات والمشاريع الهادفة لتحقيق نهضة تنموية شاملة في رياضة ونحرص على الوقوف عند كافة التفاصيل التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي وننتطلع دائما لتوفير بيئة رياضية مثالية في جميع الجهات الرياضية والتي نستطيع من خلالها كتابة أسطر جديدة من النجاحات وقد طلع سموه على عرض موجز من رئيسي الناديين حول خطط وبرامج الناديين للمرحلة المقبلة منوها سموه بما تحمله الرؤية المستقبلية من نهضة تنموية شاملة تسهم في تقدم الرياضة وتدفعها نحو إحراز المزيد من النجاحات من جانبهما قدم رئيس نادي البحرين سعادة دكتور عبد الرحمن راشد الخشرم ورئيس نادي الشباب سعادة السيد ميرزا أحمد علي الشكر وتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على تفضل سموه بهذه الزيارة مؤكدين أن الزيارة تعكس التقدير الكبير الذي يليه سموه بجميع الجهات الرياضية مضيفين أن ذلك يعكس حرصة واهتمام سموه على دعم الجهود بهدف تحقيق نهضة بالقطاع الرياضي لإحراز مزيد من النجاحات معاهدين سموه للمضي قدما نحو مواصلة العطاء لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار الرياضة البحرينية هذه الزيارة تمثل منعطف كبير بالنسبة لنا كنادي لأن هذا الاهتمام الذي تلقى الأندية من لد من صاحب السموه هو يمثل أكثر من معنى المعنى الأول هو معنى الاهتمام المعنى الآخر هو معنى التحفيز لإدارات الأندية لبذل مزيد من الجهد والعطاء لتطوير القطاع أو قطاع الشباب والرياضة في بلدنا الحبيب وزيارة سمو الشيخ خالد للكثير من الأندية أو لمعظم الأندية تشكل اهتمام سموه شخصياً بتلمس احتياجات الأندية ومعرفة العقبات والمعوقات التي يمكن من خلال التعامل معها المضي إلى الأمام نتوجه بالشكر الجزيل لسموه الشيخ خالد بن حمد الله يحفظه التفضل اليوم بالزيارة نشكر عليها طبعاً وطلع على منشآت النادي وعلى الاحتياجات مستلزمات الضرورية والغير ضرورية واستجاب لنا بشكل كبير جداً والحمد لله نحن في أي سعادة على هذا الزيارة على أساس أن التطور والفكرة المطروحة ستنعكس بشكل إيجابي كبير جداً الحمد لله وتحصلنا على تقريباً ما يفي بمصطلباتنا بشكل كامل فضل متابعة سموه للأمور والاحتياجات سألنا عن مبنى النادي والمدة التي استقرقها في البنات طبعاً أوضحنا لأنه من الفترة الماضية تقريباً خمس سنوات إلى ست سنوات ما توقف هذه الإنشاءات تأمل خلال المبنى تقريباً في 2017 وإحنا حالياً بانتظارنا يستكمل توقف لفترة طويلة جداً شخصياً ما عندنا أسباب معينة للتوقف لكن سموه أوضح لنا بأنه ستبدأ الإنشاءات وينتهي العمل في خلال سنة من تاريخ اليوم إن شاء الله